مساء الخير نتمنى لجميع عيد أبحى مبارك تواصل اليمنيين في المناسبات والزيارات والتهاني المتبادلة مع بعضهم ونسيان الأحقاد والضغاء ومحاولة سعادة قدر من الأمل والتفاؤل كل ذلك يجعل من الوطن مكانا رائعا أنا وديا منصور وهذه رسائل أخرى أقدمها بمناسبة عيد آخر يحل على اليمنيين في وقت يتطلعون فيه لتحقيق سلام والسقرار في بلدهم دون انتظار سنوات أخرى مليئة بالهدم وليس البناء اليمن بلد عريق ومليء بالخيرات الكل يعرف ذلك والكل يعرفون أيضا أن الشعب اليمني بغالبيته صبور ومكافح ويحمل قلبا طيبا وتاريخ اليمن الضارب في القدم يشهد على أن اليمنيين مروا بفترات كثيرة صعبة ولكنهم كانوا يتجاوزونها في النهاية دعونا الآن نوجه بعض الرسائل السريع التي ما زلنا نعتقد أنها مهمة في هذا العيد أيضا الرسالة الأولى لكل المواطنين اليمنيين الذين كانوا ومزالوا ضحية هذه الأزمة وليس المتسببين بها رغم كل الصعوبات والمنغصات التي نعرفها إلا أنه مزال بالإمكان إيجاد بعض لحظات من الفرح مع العائلة والأصدقاء ومحاولة الارتقاء بالذات وعدم الإنزلاق بالفتنة وصغير الأمور والسير في طريق هدم الذات عليكم أن تحاولوا قدر استطاعتكم أن تعيشوا بسلام مع أسركم ومع من تحبون طالما أن السلام في البلاد ما يزال مفقودا والتفاعل والارتقاء بالنفس لا يكلف الكثير ولا يحتاج لتدخل حكومة فقط نؤمن أن بعد كل عسر يسرى رسالتنا الثانية إلى مجلس القيادة الرئاسية الكثير من اليمنيين يعلقون الآمال عليكم إن نجحتم بالتوصل لسلام حقيقي فهذا أفضل من الحرب لأن السلام هو الطريق الأضمن لإخراج اليمن من أزماته الكثيرة وانتشال الشعب من معاناته التي تزداد يوما بعد آخر ولكن السلام المقصود هنا هو السلام الذي لا يفرط بالكرامة رسالتنا الثالثة إلى الحكومة معظمكم سيقضي إجازة العيد بدون أن يكون محروما من شيء تقريبا وبإمكانه توفير ما يريد له ولأفراد أسرته ولكن تذكروا أن هناك من المواطنين من لم يتمكن من الحصول حتى على أبسط مستلزمات العيد سيكون مفيدا بعد هذا العيد لو تقدم أحدكم أو أكثر باستقالته إن لم يكن يستطيع التقليل من معاناة شعبه رسالتنا الرابعة إلى الحوثيين أو كما يطلقون على أنفسهم أنصار الله عادت البلاد بسببكم إلى الورى كثيرا وزاد اليمنيون فقرا وحرمانا فهل هذا هو الطريق الأفضل للدفاع عن كرامة اليمنيين مثل ما تزعمون ثقوا جيدا أنه ليس لديكم طريق آخر مهما امتد الزمن غير الجنوح للسلام رسالتنا الخامسة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي نتمنى أن تستمروا بالحوار مع كل من يختلف معكم وأن يكون الحوار حقيقي ويهدف لرفع المعاناة عن البسطاء وعلى قيادة الانتقال أن لا تتأخر أكثر بمكافحة الفساد وأن تبدأ بالفاسدين والانتهازيين في هيئات المجلس أولا وثم الذين يمارسون الفساد تحت راية الجنوب رسالتنا الأخيرة إلى الشباب ما زلتم أكثر فئة تدفع ضريبة هذه الأزمة بطالة تشرد نزوح حجرة وموت في الجبهات وفي طرقات التهريب لإيجاد أوطان بديلة آن الأوان أن تكونوا رافدا لصناعة السلام وليس وقودا للحروب والصراعات نتمنى للجميع قضاء جازة طيبة في هذا العيد وفي كل العياد ونأمل أن يخرج اليمن من هذه السنوات الصعبة في وقت قريب والطريق الوحيد المضمون لتعافي اليمن هو طريق السلام لكن تذكروا جيدا بأن التاريخ يعلمنا أن السلام يفرض ولا يمنح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر